مجلس النواب حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعدت السيد أحمد السلوم عضو مجلس النواب أهلا بك في نشرة الأخبار بداية حدثنا حول أهمية هذه المشاركة خصوصا وأنها تأتي قبل القمة العربية التي تستضيفها مملكة البحرين الشهر المقبل في البداية أحب أشكركم على الصدافة وأكل أهمية هذه الزيارة التي تعكس تعجيهات جلالة الملك المعظم للتعزيز الدول المصير البرلمانية واللي يعكس علاقات البحرينية مع جمهورية مصر كانت هناك أدة لقاءات برئاسة رئيس مجلس النواب البحريني أحمد السلمان المسلم مع الأمين العام لجماعة الدول العربية وكذلك رئيس مجلس النواب المصري ورئيس مجلس الوزراء كانت هذه اللقاءات يعني تكلمنا فيها عن أبرز سبل التعاون وإذا هناك يعني يوجد تحديات تشريعية يكون لنا يعني دور أن نحن نشرحها ويكون لنا دور أن نحن ندلل هذا المصاعب وتكلمنا عن كثير من الاتفاقيات اللي تم توقيعها بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وأهمها الاتفاقية الاقتصادية اللي تجمع جمهورية مصر مع البحرين والإمارات والأردن ومملكة المغرب على أهمية هذه الاتفاقية ولازم ضرورة تنحيها وأيضا يعني تم مناقشة اللي هو المؤتمر اللي احنا يعني راح نحضره إن شاء الله والله هو يتكلم عن التقنية والذكاء الاصطناعي وأهمية الاستفادة من هذا الذكاء الاصطناعي ووضع تشريعات وضوابط تحد من السلبيات اللي اليوم نحن نواجهها بسبب تطور الذكاء الاصطناعي بشكل كبير وخصوصا يعني أنه يتم الإساءة في استعدامه وشون السبل اللي احنا نقدر من خلالها بتعاوننا مع جميع الوفود اللي هي حاضرة ونحن نتبادل معهم خبراتهم واتبادل معهم التحديات اللي هم واجهوها وطريقة أن نحن نحاولها إلى حلول إن شاء الله تشريعية يستفيد منها الجميع فطبعا هذه الزيارة يعني زيارة مهمة وعلى مستوى عالي وجميع اللي موجودين اليوم من البرلمانات على مستوى رئاسة هذه البرلمانات وهذه أيضا فرصة أن تتيح لنا أن احنا يعني انتبادل معهم الأفكار وانتبادل معهم الأحاديث وخصوصا أن احنا يعني قريبين جدا من تنظيم القمة القمة العربية التي راح تكون في 16 مايو وأهمية أن القمة تكون في مملكة البحرين خصوصا وقت هذه الزيارة يكون معاها فإن شاء الله يعني نتمنى أن الجميع يستفيد من هذه نعم إذن من القاهرة سعادة السيد أحمد السلم وعضو مجلس النواب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك